ألقى أيمن عشور وزير تعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته العشرين بعد المائتين وأكد عشور خلال هذه الكلمة تطلع مصر إلى استمرار أمانة منظمة اليونسكو في التشاور مع دول الأعضاء بشكل وثيق في عملية إعداد مشروع البرنامج والميزانية لضمان تعظيم استفادة الدول من مختلف برامج المنظمة ثمن عشور التعاون المثمر بين مصر ومنظمة اليونسكو خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة السابعة عشر بعد المائتين للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن بنك المعرفة المصرية